شارك وفد من وزارة الخارجية في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في عاصمة غنية الاستوائية ملابو وذلك للإعداد لقمتين الافريقيتين الاستثنائيتين الخامسة عشر والسدسة عشر وترأست سنغال أعمال الاجتماع التنفيذي الذي شاركت فيه جميع دول الاتحاد الافريقية واستدفى التحضير للقمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر إعلان التعهدات والقمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغيرات غير الدستورية للحكومات خلال كلمتها كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية ضمن اجتماع الشق الوزري من اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللجئين والنازحين أبرزت السفيرة سوها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجامعات الافريقية استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة بعد النزاعات في أفريقيا